في نقطة عايزة اقولها بس في موضوع التحكيم انا رأيي دائما ان المساندة لابد ان تكون كاملة وكبيرة لحكامنا وكل قطكم التحكيم اللي بتشارك ولجنة التحكيم وكل الناس المسؤولين على التحكيم عشان الحكام دول قضاة الملاعب فاحنا نسندهم ونحترمهم ولا نقلل منهم بس هو الموضوع ببساطة عشان الموضوع ما يبقاش فيها عصبية ونرفزة وحيات كده موضوع ببساطة حاول بس انت كحكم او طاكم تحكيم تقلل اخطائك عشان كلنا نطلع نقول لأ الاندية هي اللي بتعلق شماعات على التحكيم الاندية هي اللي غلطانة الاندية هي انا دائما كنت بقول كده بالمناسبة دا دايما رأي يعني بيبقى فريق مستوى مش كويس جدا في المباراة ويطلع يقول لك الحكام زلموني ما انت اللي كان مستوى مش كويس انت اللي ما ليبش كويس لا لعيبة ولا كاس فني بس هو في حقيقة الامر الامر الواضح ان في بعض الاخطاء الكثيرة في التحكيم عشان نقدر نزبط المنظومة عشان نقول الناس ما تنتقدوش ما تهجموش ما تطلعش بيانات ما تقولش انا معطرد ما تقولش الكلام دا كله اعمل انت الاول شغلك صح او على الاقل بنسبة كبيرة من الصح بالمناسبة مفيش حكم او طاكم تحكيم هيطلع من مباراة سفر اخطاء بس على الاقل حاول تكون اخطائك المؤثرة قليلة يعني مثلا كريم حكم ثلاث اربع مطشات ورا بعض ما ينفعش في الثلاث اربع مطشات كل المباراة في يوم الحكم الواحد اللي هو كريم مثلا يغلط اخطاء مؤثرة لكن في ثلاث اربع مطشات لو عملت خطأ مؤثر في المباراة هتعدي النهاردة كان فيه خلاف وجدال اه بالمناسبة شوف الكلام بقى الجميل انا النهاردة في حاجات في دورة ابتال اوروبا نسيت اتكلم في نقطتين مهمين جدا نهاردة في نص المباراة فيه هدف جيه في الشوت الاول لصالح ريال مدريد الفار عطل الحكم شوية في الملعب شبهنا كده بس المعضي عطله بجد ليه؟ عشان الحالة لما تعادت مئة مرة قدامك كنت مش فاهمها ومش عارفها ومش عارف تاخد فيها قرار انت كمشجع او متابع حتى الحكام اختلفوا فيها طيب احتسب الحكم الغاء للهدف احتسب الحكم تسلل على ريال مدريد العالم على تويتر وعلى السوشيال ميديا وخبراء التحكيم في العالم بدأوا كل واحد يدلوا بدلوا هو الحكم احتسب الكرة دي تسلل ليه؟ راح الاتحاد الاوروبي شوف الجمال شوف الكلام شوف الاحترام شوف بقى اللي انا ايه ما عملش جدل راح مطلع لك بيان بعد اللعطة على طول قال لك السبب اللي ألغى بسببه حكم المباراة الهدف ان الكرة كانت راجعة من رجل فابينيو بدون قصد عشان كده اتحسب التساول على لعب ليفربول عشان لو كانت راجعة بقصد هتبقى راجعة من لعب ليفربول وممكن ان هيبقى الهدف صحيح بس قال لك ان الحكم شاف او ارتقى ان الكرة راجعة من رجل فابينيو بدون قصد بالمناسبة انا مش بحالة بقول صح ولا غلط انا بتكلم على فكرة الاستجابة الاعلامية السريعة انك تقدر توضح المعلومة للناس بمنتهى السرعة ده ان طبق طبعا علينا احنا هنا في الكرة المصرية وان طبق طبعا على الكرة القدم الأفريقية بشكل عام السرعة انك توضح